موسيقى الرئيس العليمي يشيد بالدعم البريطاني الجديد لقوات خفر السواحل اليمنية اللواء الزبيدي يلتقي في الرياض كل على حدة سفراء السعودية وتركيا وكوريا الجنوبية والكثير يرأس اجتماعا مشتركا للهيئتين الإداريتين للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين السلطة المحلية بحضر موت تطلع على نتائج الامتحانات الوزارية للمعاهد المهنية ومشروع ترابط وامين عام حضر موت يطلع على عمل وانشطة مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلة أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة عاد ثمن الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان المملكة المتحدة عن حزمة جديدة من الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن الجهود المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لمكافحة القرصنة والإرهاب والتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة على منصة إكس عن تقديره العالي للدعم البريطاني الجديد الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين هذا وأعلنت المملكة المتحدة الثلاثة عن حزمة دعم جديدة لقوات خفر السواحل اليمنية تشمل زوارق سريعة ومجالات التدريب والمساعدة في سياق التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لملعن قرصنة وعملية التهريب المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ويستند هذا التعاون إلى روابط طويلة الأمد بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة التي تعهدت بحزمة كبيرة من الدعم التنموي للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبية اللواء عدروس الزبيدي سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في البلاد وتمن اللواء الزبيدي الدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في حشد الجهود الإقليمية لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن كما ثمن اللواء الزبيدي المشاريع التنموية والإنسانية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنميةه وإعمار اليمن في مختلف المحافظات مشيدا بدور الكبير الذي يطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لتخفيفه من معاناة الشعب اليمني ومن جانبه جدد السفير آل جابر تأكيد دعم المملكة العربية السعودية لجهود مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف اليمنية لتحقيق الاستقرار والتنمية مؤكدا التزام المملكة بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لمختلف المناطق اليمنية التقى نائبه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبية اللواعي دروس الزبيدي السفير التركي لدى اليمن مصطفى بولات وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع السياسي والإنساني في اليمن في ظل استمرار التصعيد الحوثي في ممرات الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وما نتج عنه من تداعيات إنسانية خطيرة واستعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك زيادة الدعم الإنساني الذي تقدمه تركيا لليمن والاستفادة من الغبرات التركية في إعادة تأهيل البنية التحتية بالإضافة إلى دراسة الآليات الممكنة لتدشين خط ملاحي التركي من وإلى مطار عدن الدولي بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي مع السفير الكوري لدى اليمن بون كايدو أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع الإنساني في اليمن في ظل المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني جرى استمرار المليشة الحوثية تصعيدها ضد خطوط الملاحة البحرية واستهدافها لمواني تصدير النفط والجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق السلام وإرسال استقرار في البلاد والمنطقة وأشاد اللواء الزبيدي بالدور الإيجابي الذي تطلع به الكوريا الجنوبية لضعم اليمن في مختلف المجالات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد معربا عن تطلعه لدور كوري كبير في دعم مسار التنمية في اليمن في المستقبل القريب شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفق الشرجبي في الجلسة الخاصة لمناقشة تقرير المناخ والتنمية في اليمن وجبوتي الذي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في العاصمة الإدرباجانية باكو وأكد الوزير الشرجبي أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي يعيشها المؤسسات جراء الحرب مشيرا إلى أن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن خصوصا في مجال الأمن المائي والغذائي وتعزيز سبل العيش وتجيع نهج تكيف المناخي القايم على المناطق ولفتا على أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية وبناء القدرات اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشباحي من اللجنة المشرفة ومنصقة صحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أروى شاكر ومنصقة صندوق للأمم المتحدة للسكان الدكتورة إلهام فهيم آلية سير العمل في تعزيز صحة الأم والوليد في محافظتي عدن وتعز واستمع الوكيل الشحبي من مندوبي الصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى شرح مفصل حول نزولهم لمحافظة تعز وما هي إيجابيات الحملة مشيدا بالنجاح المتميز لسير الحملة والقبول الشعبي والمجتمعي للحفاظ على الصحة الأم والوليد وازدياد عدد المستفيدات يوما بعد يوم بنتائج مشرفة ومميزة ترأس الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية اجتماعا مشتركا للهيئتين الإداريتين للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي وبحضور اللجنة الإشرافية على فرق النزول الميداني للتوعية والمسح والتقييم برئاسة الدكتور ناصر الخبجي ومحمد الغيثي وعمر البيض وأكد الكثير في اللقاء أن هذا الاجتماع يأتي ضمن عدة لقاءات مكثفة بدأت اللجنة بها على فرق التوعية والمسح والتقييم عقدها مع رؤساء وعضاء هيئات ودوائر ولجان المجلس لمناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الجنوبية والتحضير للبرنامج الخاص الذي سينفذه المجلس والمتضمن التوعية السياسية والنزولات الميدانية إلى مستوى المحافظات والمديريات للمسح والتقييم الاقتصادي والتنظيمي والجماهري والميداني والإداري للهيئات التنفيذية للمجلس والعمل على إعادة ترتيبها ووضع خطوات تصحيحية للوضع الراهن وحلحلة العديد من القضايا المنظورة المرتبطة بحياة المواطنين على المستويات كافة هذا وأكد الاجتماع على أهمية تقوية الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود والتكاتف المجتمعي لبناء الجنوب والتوعية السياسية بأهمية المرحلة والصعوبات والتحديات الراهنة التقى الفريق السياسي بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضمن برنامج نزوله الميداني برئاسة الدكتور ناصر الخبجي فعيس الهيئة السياسية التقى بكادر الأمانة العامة وفي اللقاء تحدثت الدكتور الخبجي عن أهمية الشراكة مشيرا إلى الإيجابيات التي حققتها هذه الشراكة من خلال نقل قضية شعب الجنوب إلى المحافلة الدولية وفي سياق حديثه صلت الضوء على الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها شعب الجنوب ومؤكدا على أن المجلس الانتقالي يضع هذه الملف في الصدارة والأولويات ومن جانبه أشار الأستاذ محمد الغيثي إلى الإنجازات السياسية التي تحققت رغم التحديات كما تطرق إلى تأثير الحرب الاقتصادية المفتعلة مؤكدا أن استعدت دولة الجنوب هو الهدف الرئيسي للمجلس من جهتها كذا الأستاذ عمر البيض على ضرورة الوعي المتكامل الذي يرافق العمل الميداني ومشددا على أهمية التوعية السياسية المستمرة بقراءة المشهد بكل أبعاده أوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المرسلة إليها في بلدان استقبال هذه المبالغ موضحا أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حادات عملائها للتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد واستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان بلاغي لنائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ وأشار إلا أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظمة المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافعة غسيلة الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير ومؤكدا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغطية حساباتها في البنوك المرسلة إليها تمتاز بصرامة وعدم تهاونها مع أي نشاط غير قانوني وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقيق وتطبيق كل المعايير الالتزام بها عبر وحدة جمع المعلومات وقطع الرقابة على البنوك اطلعت السلطة المحلية بمحافظة حضراموت على نتائج الامتحانات الوزارية للمعاهد المهنية والتقنية التي أحرزت فيها الطلاب معاهد ساحل حضراموت نتائج مشرفة وحصلوا على مراكز الأولى على مستوى الجمهورية وهن محافظ حضراموت الأستاذ مبخوط مبارك بن ماضي الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى كما استمع المحافظ خلال لقائه بالمكلم من مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضراموت الدكتور سالم صلاح باجابر إلى شرح لترتيبات مكتب التعليم الفني لإقامة حفل تدهيم معمل الطاقة المتجددة الذي يأتي منحة مقدمة من كوريا الجنوبية وستتضمن الفعالية افتتاح قسم الطاقة المتجددة في المعهد التقني الصناعي بالمكلة مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز التعليم الفني والتقني في حضراموت والوطن اطلعت السلطة المحلية بمحافظة حضراموت على نشاط مشروع ترابط الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لبناء السلام والأمن لضباط إنفاذ القانون والليجان المجتمعية بمحافظتي حضراموت والمهرة والذي يمويله مرفق السلام التابع للأمم المتحدة يونيتيب واستمع محافظ حضراموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي إلى شرح من مدير المشروع عبيد واكد الذي يستهدف خمسة مديريات في المحافظتين ويعنى برفع وبناء قدرات 200 شخص من القيادات الأمنية التابعة للأمن والشرطة وقيادات اللجان المجتمعية على مدى ثمانية أشهر وإلى ذلك اطلع محافظ حضراموت على نتائج الامتحانات الوزارية للمعاهد المهنية والتقنية مهنئا الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الجمهورية اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بحضراموت صالع عبود العمقي على عمل وأنشطة مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلة وعشاد الأمين العام العمقي بجهود إدارة مركز النور وعملهم وتمييزهم في خدمة المجتمع والفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومؤكدا بأن مركز النور له نشاط وعمل يمتد لفترة طويلة لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليمهم والتدريبهم والاهتمام بهم منوها بأن مركز النور من أهم المراكز التعليمية للمكفوفين نشاطا وعمل وتقديم الخدمات وتدريب المعاقين بالمكلة وبأن السلطة المحلية بالمحافظة تساند وتدعم أنشطة المركز استقبل وكيل محافظة حضر موت لشؤ مدريات الوادي والصحراء عامر العامري بعثت نادي الشبام المتأهلة للدرجة الثانية لكرة القدم وخلال اللقاء قدم الوكيل العامري تهاني السلطة المحلية بالمحافظة على هذا الإنجاز الرياضي الهامى ومشيدا بالجهود المبذولة من قبل الفريق حدثهم على مواصلة تحقيق النجاح والتفوق والوصول إلى الدرجة الأولى في المستقبل القريب هذا هو أعربة إدارة نادي الشبام عن شكرها الجزيل للسلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة على الدعم المستمر الذي يتلقاه النادي ومثمنين التواصل المستمر والدعم المقدم من قبل قيادة السلطة بالمحافظة الذي كان له الدور الأبرز في تحقيق هذا الإنجاز قام مركز الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة حضر موت وبالتنسيق مع المركز المدني للدراسات والبحوث صباحية ثقافية بعنوان ميناء عدن محطات الصراع عبر التاريخ برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد خمبش وتناولت الصباحية الثقافية التي أحيى الأستاذ الدكتور خالد باوزير أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر لمحة شاملة حول عراقة ميناء عدن ومدى تأثيره في الحركة الملاحية التجارية مع العالم الوافد إليه منذ العصور القديمة إلى عصر الإسلام المبكر والوسيط مستعرضا جدور ميناء عدن الاقتصادية والتاريخية والتدخلات الأجنبية في الميناء والمتتالية عبر التاريخ نظرا للموقع الجغرافي الذي يمتاز به الميناء التقت مديرة إدارة التعليم الأستاذ صوفي علي اليزيدي بانتقال حضر موت مدير عام مدرية مدينة المكلة المهندس صالح فائز العمري وناقش اللقاء ضرورة استكمال بناء مدرسة الشهيد خالد التي لم تكتمل فيها مراحل البناء بشكل نهائي مما جعل ساحة المدرسة غير مؤهلة للاستخدام وقدمت مديرة إدارة التعليم عددا من المقترحات لمعالجة هذه الإشكالية التي أصبحت تشكل ضررا للطلاب بسبب مخالفات البناء وبقايا الأحجار وأتربة مطالبة بضرورة إعادة تأهيل ساحة المدرسة للاستفادة منها شهدت محافظة المهرة فعالية إحياء أربعينية الفقيد علي سالم بن شرية مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بحضور محافظة المحافظة محمد علي ياسر وقال المحافظ بن ياسر خلال كلمته في الفعالية التأبينية وصف فيها الفقيد بأنه نموذج مشرف للنزاهة والتفاني مشيدا بسيرته الطيبة التي يجب أن تكون قدوة للمدراء والأجيال القادمة وأكد محافظة المهرة إن الفقيد كان مثالا للأخلاق العالية والصبر معربا عن حزنه العميق لفقدان أحد أبرز الشخصيات الإدارية والقانونية بمحافظة المهرة نفذت كتيبة من قوات العمالق الجنوبية مسيرا عسكريا عقب تخرج أفرادها من دورة عسكرية تلقوا فيها أهم التدريبات والمهارات الميدانية والعسكرية وقطع المتخرجون من هذه الدورة عشرات الكيلومترات تنفيذا للمسير العسكري الذي يهدف إلى رفع مستوى اللياق البدنية للأفراد وقدراتهم على التحمل والتكيف مع طبيعة المناطق والتضاريس المختلفة وخلال تنفيذ المسير العسكري جسد أفراد الكتيبة المتخرجون منها ومن هذه الدورة مدى قدرتهم وجهزيتهم ومعنوياتهم القتالية العالية واستعدادهم التام لتنفيذ المهام العسكرية بكل احترافية واقتدار وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة ارتفعت حصيل الضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي إلى تلاتة وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة وتمانين شهيد ومائة وأربعة ألاف واثنين وسبعين مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة ووصل منها للمستشفيات ثلاثة عشر شهيد وأربعة وثمانين مصاب خلال الساعات الماضية من نوه إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم المشاهدون النشر انتهت فتذكير بأبرز العنوين الرئيس العليمي يشيد بالدعم البريطاني الجديد لقوات خفر السواحل اليمنية اللواء الزبيدي يلتقي في الرياض كل على حدى السفراء السعودية وتركيا وكوريا الجنوبية والكثير يرأس اجتماعا مشتركا للهيئتين الإداريتين للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين السلطة المحلية بحضر موت تطلع على نتائج الامتحانات الوزارية للمعاهد المهنية ومشروع ترابط وأمين عام حضر موت يطالع على عمل وأنشطة مركز النور للمكفوفين والتدريب المعاقين بالمكلة مشاهدين ومن قناة عاد قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء شكرا لكرم متابعتكم وإلى اللقاء فلكم أطيب التحايا مني وفريق عملي هذه النشرة طبتم وطاب توقاتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة